تزامنا مع اليوم العالمي للسياحة تبذل الدولة جهودا كبيرة في القطاع السياحي لمواجهة فيروس كورونا من خلال إجراءات عدة منها تطعم جميع العاملين بالقطاع السياحي إضافة إلى الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية إجراءات جدة اتخذتها الدولة للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على النشاط السياحية أبرز تلك الإجراءات كانت تأجيل ساداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية وأعفاء البزارات والكافتيريات بالمواقع الأثرية من دفع الإجارات بالإضافة إلى تبني مبادرة لتشجيع السفر إلى صعيد مصر خلال أشهر الصيف بخصومات على رسوم الدخول للمواقع الأثرية وتخفض رسوم تأشيرة الوصول بمطارات الأكسر وأسوان ومن أجل حماية السائحين قامت الدولة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ونجحت في توفير لقاحات للكطاع السياحي والالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة وتواكبا مع الحدث العالمي وهو الاحتفال بيوم السياحة العالمية يأتي احتفال مصر بهذا اليوم في شكل مجموعة فعاليات أبرزها إطلاق وزارة السياحة والأثار حملة دعائية بأفلام تروجية للسياحة بالمحافظات المصرية لمدة 27 يوما محافظة كل يوم عبر منصات التواصل الاجتماعي للوزارة وهيئة تنشيط السياحة وذلك منذ بداية سبتمبر الجاري هذا إلى جانب تنظيم ورشة عمل ومهرجان فني بالممشى السياحي بالغردقة بمشاركة 120 فنانا مصريا ودوليا من 12 دولة وكذلك تنظيمها لكارنفال الموسيقية إنجاز كبير لقطاع السياحة يمثل ترجمة حقيقية لجهود الدولة في عودة السياحة خاصة الروسية مؤخرا فيما شهدت المطارات فراغة سياحية بعد عودة الأفواج السياحية من جميع دول العالم اشتركوا في القناة